تم الإعلان مؤخرا عن التعاقد مع الياباني إيزومي هيروشي لقيادة المتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة هذا المدرب الياباني صاحب 42 عام بيمتلك سجل مميز جدا من الإنجازات سواء كلاعب أو كمدرب لأنه شخصيا سبق لي الفوز بفضية أولمتيات أثينا 2004 ودهبية بطولة العالم في القاهرة 2005 وعدد كبير لا حصر له من الميداليات العالمية في عدة بطولات من المقرر أن يتولى مهمة تدريب والإشراف على المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل العمرية من أجل النهوض بمستوى اللاعبين وكمان من أجل تمكينهم من الوقوف على منصات التتويج العالمية والأولمبية بصفة خاصة طب ده الشق التالي ما ننساش أن المش في العام على المنتخبات هو أسطورتنا بقى في الجودو كابتن محمد رشوان اللي لفترة مش قصيرة كان محط أنظار ومحط إشادة العالم كله بأخلاقه قبل ما تكون بإمكانياته وقدراته كلعب وهو كان كلعب كمان كان لعب استثنائي الحقيقة لكن أخلاقيا نال احترام العالم كله وقلقى الضوء على أخلاق المصريين والعرب من خلال يمكن موقف واحد لكنه موقف ما يتنسيش في دنيا منافسات الجودو منتمنى لهم كل التوفيق في اللي جاي إن شاء الله